بعد مرور أربعة أيام على استهدافه أعلن مقتل صالح الصماد القيادي الأبرز في جماعة الحوثي والرجل أكثر تحركا وديناميكية داخل الجماعة حدث على الرغم من وقوعه في وقت سابق إلا أنه لم ينشر ولم يتم التلميح له حتى وهو ما أكدته طريقة تداول الخبر من قبل وسائل الإعلام التابعة لجماعة الحوثي التي أكدت مؤخرا أن الصماد سقط جراء غارات لطيران التحالف استهدفه الخميس الماضي مع ستة من مرافقي صالح الصماد الرجل الثاني بعد قائد الجماعة عبد الملك الحوثي والمطلوب الثاني لدى قيادات التحالف العربي لمع نجمه في حرب صعدها الثالثة حين فتح جبهة قتالية في بني معاذ لتخفيف الضغط العسكري على مران مع قليميليشيا الحوثي وهو تحرك استراتيجي حافظ على استمرارية الميليشيا في خوض قتالها آنذاك قبل أن يذاع خبر مقتله مع مرافقيه كان له تحركات عديدة فيما يخص دعم الجبهات القتالية للحوثيين حيث كان آخرها في محافظة الحديدة بعد أن دع المواطنين لحشد ودعم جبهات القتال والاستنفار الكبير لمواجهة قوات التحالف العربي شهرين زخم قوي وحالة استنفار من الجميع رجال ونساء صغار وكبار وهو تحرك أتى بعد التطورات العسكرية التي شهدتها المحافظة في الفترة الماضية سياسي قالوا أن مقتل صالح الصماد له ما بعده حيث سيغير هذا الحدث من معادلة الحرب خاصة وأن الرجل كان يشغل موقعا مؤثرا مكنه من نقل الجماعة من إطار سياسي معين إلى آخر بعد إدارته للمجلس السياسي الخاص بالحوثيين وتحكمه بملف التحالفات السياسية داخل الجماعة تطورات عديدة إذن سيعيشها المشهد بعد مقتل صالح الصماد وهي ذاتها التطورات التي ستؤثر في ملف الأزمة التي أنتجها واقع الإنقلاب وما تبعه من أحداث ترجمة نانسي قنقر